السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار فيما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات كيف ما لحظتوا في العنوان ديل هذا الفيديو ففي هذا الفيديو فقد نديروا المواكبة الجوج ديل القضايا القضايا القضية الأولى قد تعلق بإيمان تسونامي وأخبار حصرية يعني خارجة من المكان اللي كترقد فيه إيمان تسونامي ومعلومات اللي مهمة ومهمة جدا وأيضا في هذا الفيديو فقد نتعرفوا على آخر المستجدات في القضية ديل إلياس المالكي وسيمو البرقادي وفين مصلات الأمور من بعد إجراء أولى الجلسات اللي يعني عرفات مواجهة سيمو برقادي رفقة أحد المتورطين فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأوا في تفاصيل هذا الفيديو فكيف ما قلت في المقدمة الفيديو فالبداية فقد نتكلموا على أخبار بخصوص إيمان تسونامي فكيف ما قد تعرفوا إخواني أخواتي إيمان تسونامي الحالة ديالها غير مطمئنة فهي تم نقلها إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط من بعد ما تكلف صاحب الجلالة يعني بالمصاريف دياله وعطى الأوامير دياله من أجل يعني نقل إيمان تسونامي إلى المستشفى العسكري قصدا يعني أنها تستافد من جميع العلاجات وأنها تستافد من الخبرات الطبية ديال الطقم والأطقم الطبية اللي كتشتغل بهذا المركز اللي معروف بالحين كا دياله وبهذا المناسبة يعني كنتمنى لها الشفاء العاجل لكن هناك أخبار إخواني أخواتي التي تفيد بأن إيمان تسونامي ربما قررت أو لقررت بصفة كلية الاعتزال يعني اعتزال المجال اللي كتشتغل فيه من بعد ما يعني تعرضت لها العملية ديالتصفية نسميها عملية ديالتصفية جريمة من أجل يعني تصفيتها فمعلومات تفيد بأن إيمان تسونامي اخدات هذا القرار قرار الاعتزال والابتعاد عن هذا العالم الذي يعني أتاها بالويلات وجاب لها كل هذا البلاوي وكل هذا المصائب وكل هذا الأمراض اللي الكتاب يعني في الصحة ديالها وكاين معلومات أخرى يعني لتوفيد إخواني أخواتي بأنه ربما يعني المصالح الطبية كانت وصلت إلى درجة أنها كانت تقطع يعني الرجل ديال إيمان تسونامي لكن لطف الله سبحانه وتعالى يعني خلاء أنه يعني الأمور ما تمشيش لهذاك الحدو فخبر اعتزال إيمان تسونامي وفي هالناس اللي يعني في الغيل يعني مجالات اللي مملؤين بهذا النوعية من الحسد والحاقودين اللي كي يجأل هاد الأعمال الشيطانية التسميم والسحر والشعوة دا وتشيدي التوكال يعني هاد الدومين وهاد المجال يعني خطير وخطير جدا فعلى أين إخواني أخواتي فكنت من ناول إيمان تسونامي العلاج والشفاء العاجل كيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي فهي تبنقلها منذ أزيد من ثلاثة أيام إلى المستشفى العسكري بمدينة الريباط من بعد تدخل صاحب الجلالة الملك محمد الساديس لعطى الأوامر دياله بنقلها إلى المستشفى العسكري مع العلم أن يعني باش نعطيكم بعض المعلومات بخصوص تحقيقات في هات القادية فالقادية يعني ما زال مستمرة في تحقيقات الأبحاث جارية قصد الوصول إلى المتسببين في هات الأمر فالقادية يرمي بقاش فيها للعب يعني من بعد خصوصا بعد ما يعني هاد الرعاية المولوية ففي المقابل أكيد يعني الناس ديال الأمن فرا غادين يشوفوا هاد الرعاية المولوية وغادين يبدلوهم بدورهم يعني المجهودات من أجل يعني الوصول إلى الجونات الحقيقيين في هات القادية فكنت من نوليهم التوفيق وكنت من نوليهم أنهم يوصلوا باش يفكوا لغز ديال هاد الشيفرة ديال هاد المجموعات اللي قامت أول هاد العصابة أول هاد السيدة أول كيفما كان يعني عدد هاد الأشخاص المتورطين في تسمم إيمان صنامي فكنت من نول السلطات أنهم يعني وصلوا في أقرب الأجال إلى المتورطين مع العلم أنهم قاموا بالتحقيق مع الطبيب هناك أخبار بخصوص يعني ممرضة اللي كانت يعني عندها علاقة وكانت مشرفة على إيمان صنامي داخل الكلينيك الخاص اللي كانت كترق فيه قبل نقلها إلى المستشفى العسكري فعلى أين إخواني أخوتي فكنت منه الشفاء العاجل الإيمان صنامي وكنت منه يعني للعائلة ديالي أنها تصبروا أنهم يكافحوا وأنهم يزيدوا ناضلوا وأنهم يدعوا لي بالشفاء من أجل يعني أنها تفرض الصحة دياله وكنت منه يعني كما قلنا أن المصالح الأمنية تصل إلى الجونات ونمشي إخواني أخوتي إلى النقطة الثانية والمتعلقة بالقادية ديال يعني إلياس المالكي وسيمو البرقادي من بعد الحادي ديال اعتداء إلياس المالكي فسيمو البرقادي فكيف ما كتعرفوا يعني وضع الشيكاية وهذه الأمور وراني تشاركت معكم مجموعة ديال الأخبار والمعلومات بخصوص هذا القادية وهذا الموضوع ففي آخر التطورات في آخر الأخبار ففي آخر الأحداث والمستجدات من بعد الخروج الإعلامي نتاع يعني الوالدة نتاع إلياس المالكي واللي يعني ناشدات برقادي باش أنه يتقوم بحد تنازل يعني تنازل لصالح إلياس هذا الموضوع اللي تكلمنا عليه وأيضا وجهنا النداء ديالنا البرقادي باش أنه يدير هالتنازل ولكن في نفس الوقت يديروا حد الالتزام مع إلياس باش أن يعني إلياس يعود له جميع الأضرار اللي طالته فهذه الرسالة هذه ما وصلتش والبرقادي فرا خرج يعني في آخر ظهور ليه وتكلم وقال بأنه وخاء الأم خرجاته وتكلماته ناشداته فرا ما غديش يدير تنازل وأنه مستمر يعني في هذه القادية وفي هذه الملف ومستمر في المتابعة دياله لإلياس وفي أخبار يعني المرتبطة بالمحاكمة في يوم أمس يعني في يوم أمس كانت الجلسة الأولى ديال المحاكمة ما بين الأطراف المتورطين في هذه القادية وكانت المواجهة ما بين برقادي وأحد المتورطين ماشي إلياس وإنما أحد المتورطين آخرين اللي تورطوا حتى ومورطوا نفسهم في هذه القادية لعزة الرأي العام ففي هذه القادية وفي هذه المواجهة فالقادي يعني قادي مشرف على هذه الجلسة فاختار أنه يقوم يعني بتأجيل هذه الجلسة إلى موعد لاحق فما خرجتش معلومات كثير من هذه الشكل فقط هذه المعلومات هي اللي متوفرة بخصوص الجلسة فمن بعد ما يعني تمت المواجهة ما بين هالطرافين فقادي التحقيق أو للقادي فقام يعني بتأجيل هذه الجلسة من بعد ما أخذها بعض الأقوال بطبيعة الحال اللي تتحيط بها السيرية وتكتم عليها فعلى أيين تنتمنى أن البرقادي أنه يديره حتى التنازل أنه فعلا يطالب بالحقوق دياله هذه الأمور والتعويضات ولكن يدير شيء تنازل ويسالي هذه القصة وهذا الأمر على وجه ذيك الأم ديال إلياس والأب دياله اللي يعني حالتم كتشف كنتمنى وهذه رسالة هذه توصل البرقادي ختاما إخواني أخواتي كنتمنى أنني أكون صلى الضوء بشكل كافي على كل الموضوعين وكنتمنى لكم تمام الصحة والعافية كيف تنقول دائما الله أحفظت البلد هذه من كل شر وخير الختام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته